كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة قبل ظهر اليوم في منتدى الطلاب الجامعة عددا من علماء الهيئة البحثية والتدريسية لجامعة الشارقة المصنفين ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم وشمل التكريم 46 عالما وباحثا مصنفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق ما نشرته جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر السيفير بيفي استنادا لعاملي التأثير في مجال العلوم على مدى عام واحد وعلى مدى سنوات الخدمة كما شمل التكريم 5 من العلماء الحاصلين على المراكز الأولى والثانية وفق تصنيف موقع research.com العالمية والذي يصنف العلماء طبقا للإنتاجية البحثية وعدد الاستشهادات عالميا وكان الحفل قد تضمن كلمة للدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أكد خلالها أن البحث العلمي إحدى الركائز الرئيسة للجامعة فالتقدير العالمي لأهمية ودور جامعة الشارقة في البحث العلمي على نحو عملي وواقعي يأتي من خلال العلماء والباحثين والمتخصصين من أعضاء أسرتها الذين جاء تصنيفهم ضمن المراكز العالمية المتقدمة